طيب النهاردة كان في مؤتمر صحفي تدريبات طبعا المنتخب شغالة انضم محمد النني انضم مصطفى محمد كل اللعيبة خلاص معنا محمد صلاح عمر مرموش انضم احمد حسن كوكا موجود مع المنتخب المحترفين اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم الفترة الفات لكن محمد صلاح هيوصل بكرة ان شاء الله وينضم الى تدريبات منتخب مصر بكرة 3 باذن الله ويستعد بقى لمبارات ليبيا زي ما قلنا نبارح وكنا بنتكلم اتمنى ان لعيبة منتخب مصر وهما طبعا رجالة ولعيبة كبار كلهم واسماء كبيرة سواء اللعيبة اللي بتلعب في الدولة المصري او بتلعب خارج مصر عايزين المطش اللي جاي يعني يبقى فيه تركيز شريف جدا فيه قوة فيه اسرار فيه مش عايز اقول خوف على اسم منتخب مصر والوصول لكاس العالم لكن عايزين المجهود اللي اللعيبة بتطلعوا مع انديتها سواء داخل مصر او اللعيبة المحترفة عايزين نشوف المستوى ده عايزين نشوف الخوف على منتخب مصر عايزين نشوف الاسرار اللي احنا اللعيبة ان شاء الله والجاز الفني فرحوا الشعب المصري خلال الفترة القادمة ان المطشين اللي جايين حاسمين مطش ليبيا الاولاني في مصر هنا يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 8 في ستات بورج العرب والمطش التاني يوم 11 في ليبيا ولكن المطش الاول ده يعني مباراة فصلة بالنسبة لنا وحاسمة عايزين اللعيبة تبقى مركزة مليون في المية عايزين يطلعوا مجهود كبير في المباراة القادمة ان شاء الله عشان يعني المباراة القادمة هي اللي هتخلينا نكمل في التصفيات وحاتخلينا ان شاء الله نتصدر المجموعة عايزين نكسب المطش الجاي فاللعيبة عليها دور كبير جدا خصوصا ان مستر كارلوس كيروش لسه ماسك المنتخب وبرضو يعني من خلال التصريحات او من خلال الفترة الفات لسه برضو مش ملم يعني مش عشان كارلوس كيروش مسلا نوحش ولا حاجة لا اي بني ادم او اي مدرب حتى لو مدرب كبير ومدرب عالمي ماسك فرقة ولسه ما بقالوش اسبوع عشر تيام مش هيبقى ملم طبعا بكل المعلومات ممكن كابتن ضياء السيد طبعا وكابتن واي الجمعة وكابتن محمد شاوي وكابتن عصام الحضر بيدوله كل المعلومات بس طبعا المدرب بيبقى محتاج ان هو يتفرق ويشوف ويتابع ويقيم اللعيبة هو الواجل لسه جاي جديد حتى لو بيتفرق في الفيديو او شاف ماتشات سابقة لازم هو بنفسه بيشوف عشان يقدر يتعامل حسب مستوى اللاعبين في الفترة الحالية خلي بالكو التاريخ بتاع كل اللاعب بيفرق كتير جدا مع المدرب يعني نقدر نقول ايه بساعت بنقول ايه اللاعب ده لسه ممكن يكون نجم كبير جدا بس ما ظهرش المستوى مع فرقته كويس لسه منضم للفرقة ليه عشان محتاج وقت عشان ينسجم ويتأقلم مع فرقته المدرب نفس القصة بيبقى محتاج وقت عشان يمسك اللاعبة ويشوفها ويبقى عارف التاريخ السابق لكل لاعب ومستوى وبيلعب تحت ضغط بيستحمل ما بيستحملش لما بيلعب جنب زميل ليه او لعب معين في مركز معين الانسجم موجود ولا لا كل الكلام ده بيحتاج وقت فأنا بقول ان الدور الكبير جدا جدا في ماتشي ليبيا اللي جاي على اللعيبة والجهاز المصري المعاون بقايدة الكابتن ضياء السيد هم اللي قدروا ان شاء الله يعني يوصلوا كل حاجة للراجل واللعيبة تقدم موجود كبير جدا في الملعب وان شاء الله انا متفائل بالمباراة القادمة بإذن الله ونقدر نعمل نتيجة أجابية ونكسب المنتخب الليبي